موسيقى سيداتي وسادتي مساء الخير أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في هذا النقل المباشر من السيديوهات الجنوبية من هنا من تونس العاصمة حيث عشنا تطورات مثيرة تطورات محزنة مؤلمة فعلا بثلاث عمليات إرهابية عرفتها تونس الأولى في جبل عربات حيث تم استهداف مركز البث الإذاعي والتلفزي هناك والثانية هنا تحديدا بشارع رحيمة بورقيبة في زاوية شارع ديجول حيث مقر مبنى قناة الجنوبية عندما استهدف شخص إرهابي تجهل إلى حد الآن هويته سيارة تابعة للشرطة البلدية مما أدى إلى وفاة عون أمن وإصابة آخرين والثالثة بمركز الشرطة العدلية بالقرجاني عندما هاجم شخص كذلك الباب المدخل الرئيسي لهذا المركز أحداث إرهابية تجعل الوضع في بلادنا بالفعل يعيش مرحلة خطيرة جدا كنا نعتقد أننا قضينا على هذا الإرهاب وأن تونس اليوم في مأمن منه ولكن هذه الأحداث الثلاث التي تستجد اليوم تؤكد أنه لا يزال حاضرة هناك خلايا نائمة هناك عصابات تتربص بهذه البلاد تريد أن تستهدف استقرارها أمنها سلامة شعبها كنا تعرضنا بالتفصيل إلى هذه العمليات وما استجد وحصر فيها وما خلفته كذلك من ضحايا وشهداء ندعو الله أن يرحمهم ويرزقهم ويسكنهم جنات الخلد اليوم كذلك هناك خبر تم تداوله وراجت حوله إشاعات كثيرة حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي خيد السبسي مع العلم أن رئيس الجمهورية السيد الباجي خيد السبسي كان منذ أيام في باريس حيث باشر بعض الفحوصات ولما عاد إلى تونس قام بنشاطه المعتاد ثم اضطر إلى العودة إلى المستشفى العسكري لبعض الفحوصات لكن اليوم الخبر أثار ضجة كبيرة في الداخل والخارج بل هناك حتى قنوات تلفزيونية خارجية تحدثت عن وفاة الرئيس ومنصات التواصل الاجتماعي وسوش الميديا كذلك روجت لهذا الخبر وهناك أطراف معينة هي التي حاولت أن تروج هذا الخبر بدون التدقيق فيه أو تثبت من مصادره نحن هنا في قناة الجنوبية اتصلنا بالجهات المعنية سواء من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو حتى من عائلة الرئيس الجمهورية ولكن الأخبار التي لدينا في هذه اللحظة أن رئيس الجمهورية بالفعل تم نقله على عجل إلى المستشفى العسكري بعد وعكة صحية خطيرة وهو محاط في هذه اللحظة بفريق طبي ويباشر العلاج وحالته مستقرة ولكن ما هو هام هو ما جاء في صفحة التواصل الاجتماعي لرئيس الحكومة السيد يوسف الشهد الصفحة الرسمية الذي أعلن منذ حين أنه زار اليوم رئيس الجمهورية الباجي قيد سبسي في المستشفى العسكري حيث قال أنه يتلقى حاليا العلاج بعد إصابته بوعكة صحية وكتب رئيس الحكومة الشهد وتمأن التونسيين أن رئيس الجمهورية بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها من طرف أكثر الإطارات الطبية أرجو له الشفاء العاجل واستعادة عافيته في أسرع وقد وأدعو الجميع إلى الترفع عن بث الأخبار الزائفة التي من شأنها بث البلبلة بين التونسيين لماذا أنا سيقف عند هذه الجملة الأخيرة بث الأخبار الزائفة لأن بعض الأطراف بالفعل تقول أن الحادث بالنسبة الوعكة الصحية للعيس الجمهورية هي بالخطورة التي أدت إلى ما لن نتمناه وأدت إلى الوفاة كما أشار هؤلاء ويذيفون أن هناك عملية تعتيم وتغطية للأخبار لترتيب عملية الانتقال بالنسبة للحكم في تونس وما بعد الشغور هذا السيناريو لا أعتقد أنه سليم أو صحيح لأن رئيس الحكومة لا يغامر بمثل هذا التصريح التي كنت أقراه وبأن يذكر أنه تحول إلى المستشفى العسكري وزار رئيس الجمهورية ليتمئن على صحته ويقول أنه يباشر العلاج لا أعتقد أن هذا الخبر هو خبر مختلق بل هذا هو الخبر الصحيح وهذا الخبر اليقين الذي يقطعه مع كل هذا التشكيك وهذه الإشاعات الرائجة ولكن هناك في المقابل أمر آخر أعتقد أنه يكتسي أهمية بارغة هو في مستوى مجلس النواب فمنذ حين علمنا أن رئيس مجلس النواب الشعب أسرف على اجتماع مهم لمكتب المجلس ورؤساء الكتل وهذا الاجتماع الذي تم بقصر باردو هو تركز بالأساس على أولا التعرض إلى ما استجد من عمليات إرهابية والترحم على روح حافظ الأمن بدارة شرطة البلدية الذي سشهد اليوم إثلاء العملية الإرهابية التي كنت أشرط إليها التي وقعت هنا بناهج شردجول تحديدا قرب مقر الجنوبية وتمنوا الشفاء العاجل لبقية المصابين وأدانا بشدة كذلك هذه العمليات الإرهابية التي وصفها بالجبانة مؤكدا بالخصوص على تضامن الشعب التونسي ورحمته ووحد صفه كما طالب بمزيد اليقظة لتصادي الإرهاب ولدحر كل ما يهدد أمن البلاد واستقارها وأكد المجلس أن هذه العمليات لن تزيد التونسيين إلا وحدة والتفافا حول الرأي الوطنية ولن تثنيهم عن العزم على مؤسرة مصار البناء الديموقراطي وعبر المجلس كذلك عن انشغاله لتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد وجدد مساندته القوات المسلحة في حربها على الإرهاب هذا ما جاء في بيان المجلس ولكن ما لم يتم تنصيص عليه أو تذكير به هو أن المجلس كذلك تعرض إلى مسألة الوضعية الصحية لرئيس الجمهورية لأنني أريد أن أفيد بنقطة هامة في هذا الجانب لأن الأخبار التي تم تداولها في محطات تليفزيونات الأجنبية والإذاعات الأجنبية وكل وسائل العالمة الأجنبية غالبا الصحفين التونسيين هم استقوها من نواب من داخل البرلمان ومن المؤسف حقا أن يبادر بعض البرلمانين على مثلا هناك برلماني فيصل التبيني نشر في صفحته على فيسبوك على منصات تواصل الجامعة الاجتماعي وبالتأكيد خبر وفاة رئيس الجمهوري وهذا أمر أخلاقيا غير مقبول فهو له أولا واجب التحفظ وقبل ذلك واجب التثبت من خبر بهذه الأهمية وأعود إلى اجتماع المجلس فما بلغنا من بعض المصادر هناك من بردو أن وقع هناك مزايدات واختلاف كبير جدا كان هناك رغبة في تقاسم هذه التركة ورئيس الجمهورية لا يزال يباشر مهامه وكان هناك بعض الأطراف بدأت تستعد للانقذاذ على الحكم في تونس لأن الخطأ أولا هو يتحمله المجلس أمام الشعب خطأ ومسؤولية تاريخية وهو عدم المصادقة على المحكمة الدستورية لحد اليوم لأن إذا كانت هناك محكمة دستورية إذا كانت الأمور المرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية تكون عادية اليوم هناك جدل وهناك فراغ قانوني فراغ دستوري في التعاطي مع هذه المسألة هناك جانب مهم سأتطرق عليه بعد التفكير بباية نص عليه الفصل 84 من الدستور التونسي عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية فالدستور يقول بشكل واضح لأسباب تحول دون تفويذه سلطاته تجتمع المحكمة الدستورية وهي غير موجودة فورا وتقر الشغور الوقتي فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة ستين يوما أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته وهذه حالة غير مطروحة الآن كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية غير موجودة كذلك أو في حالة الوفاة أو العجز وهذه الحالة التي تهمنا الآن هل رئيس الجمهورية في هذه اللحظة سيكون في حالة عجز بما يمنعه أن يواصل مباشرة مهامه كرئيس الجمهورية أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس وابشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل الأدنى خمسة وأربعون يوما وأقصى تسعون يوما اليوم هناك مشكل كبير هو قضية المحكمة الدستورية وبالتالي سيتم الالتجاء إلى نوعا من التوافق على الأقل في المستوى الدستوري وفي المستوى التشريعي وفي المستوى التنفيذي فيما يتعلق في هذه الوراية أولا نحن نتمنى الشفاء العاجل والسلامة لرئيس الجمهورية ليواصل مهامه في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها تونس ولكن هذا لا يمنعنا كذلك من التفكير في مستقبل تونس هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى ما بعد مرحلة رئيس الجمهورية فهناك فرق أعتقد أن الأطراف السياسية الحاكمة اليوم تتحمل مسؤولية تاريخية في التعاطي مع هذه الوضعية مع هذه الأزمة وهي وحدها التي ستكون مسؤولة أمام هذا الشعب بأن تحافظ على سلامة واستقرار الدولة وأن تحافظ على مبادى وقيم الجمهورية وأن تحافظ كذلك على استقلال وسيادة البلاد في هذا الظرف بالذات نواصل نقلاً مباشر بعد حين ونحن على تواصل دائماً معكم كل ما حصل تارى لأننا سنكون على مدار الساعة على مدار الساعة في متابعة لهذه المسجدات وهذه التطويرات أستدعوكم الله وإلى اللقاء بعد حين اشتركوا في القناة